تبعنا نتائج الاستفتاء على الدستور من الهيئة العلية المستقلة للانتخابات في تونس تحدث المتحدث عن الهيئة العامة أو العلية المستقلة للانتخابات في تونس عن العملية وكيف جرت أن القضاء الإداري أشرف على عملية التصويت شارك أكثر من 150 طرف ما بين أحزاب وجمعيات تم الإشارة إلى أن نسبة المشاركة كانت جيدة جدا تمت إحالة 27 دعوة جزائية تتعلق بالاستفتاء أما العدد الإجمالي المسجلين لعملية التصويت كانوا أكثر من 9 ملايين من قاموا بالفعل بتصويت بنعم أو لا يعني كانوا أكثر من مليونين مجموعة أو أعداد التصويت التي صوتت بنعم تقدر بـ 94% أما أعداد أو نسبة التصويت التي ربما قررت أو لا توافق على الدستور الجديد ربما تمثل 5.4% ومن ثم الأغلبية كانت مع تغيير الدستور في تونس ثم أشرت الهيئة العلية المستقلة للانتخابات بأنه الآن يتم قبول مشروع الدستور الجديد طبقا للقانون 117 يدخل الدستور الجديد حيث النفاذ بعد أن يتولى رئيس ختمه وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به كالدستور الجديد لتونس مشاهدي الكرام هذه كانت نتائج الاستفتاء على الدستور في الداخل التونسي من قبل الهيئة العلية المستقلة للانتخابات في تونس حيث قدر نسبة الموافقة على الدستور الجديد بـ 94% ونسبة اللا أو عدم الموافقة على الدستور الجديد في تونس بـ 5.4% ومن ثم بعض الإجراءات ويدخل الدستور الجديد التونسي حيز النفاذ أستاذ أنديل أتذكر جيداً حينما كنا نتحدث عن الدستور في تونس هو تعليق وحيد لأنه فيه جوانب تعليق كتيرة هي نسبة المشاركة في التصويت في استفتاء للدستور الجديد نحو 30% هذه النسبة مقاربة جداً لنسب آخر انتخابات مليونين وثمينمائة ألف يعني غير الرقم النسبة عموماً مقاربة لأنه فيه انخفاض في نسب التصويت في الانتخابات اتنين أن القاعدة العامة أنه نسب التصويت في الانتخابات تكون أكبر من نسب التصويت في الاستفتاءات هذا في كل الديمقراطيات لماذا؟ لأن انتخابات تنطوي على وجود متنافسين يحشدون أنصاراً متناقضين بينما الاستفتاء يكون أكثر أقل جاذبية للتصويت فيعني هذا بمناسبة الذين يتحدثون عن أنه أغلبية الشعب التونسي القاطع فيه مقاطعة مقصودة وفيه امتنى أنا يذهب إلى مراكز التصويت باعتبار أنه ده تحصيل حاصل فأعتقد أنه بعد عام خطة قيس سعيد عموماً في قيد التنفيذ بعد إقراء الدستور الجديد في انتخابات طبع كما نعرف في 17 ديسمبر انتخابات برلمانية 17 ديسمبر من العام الجاري ترجمة نانسي قنقر